في تونس يتواصل التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بعد قرار نيابة العامة إقاف نائبه ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في إطار تحقيقات تتعلق بتسفير الجهاديين إلى سوريا رئيس جمهة الخلاصة المعارضة أحمد ناجيب الشابي اعتبر أن هذه التحقيقات تأتي في سياق إلهاء الشعب عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة عود على بدء الغنوشي أمام التحقيق ثانية سبقه إلى هنا نائبه في حركة النهضة للعريض الذي قضي بإيقافه بعد تحقيق جوز 12 ساعة ملف سياسي هي نوع من التحقيق السياسي لإيجاد نوع من الحدث وتحويل وجهة الرأي العام من الأزمة الاجتماعية الخانقة إلى الموضوع السياسي وأيضا فيه استهداف لرموز سياسية ذات وزن ولرجال دولة كان لهم دور في بناء الديمقراطية التونسية الحديثة تلك قراءة الحركة للقضية ولسائر ما يستهدفها من ملاحقات ثم تما يستدعي التغطية على أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة يتحقق ذلك باستهداف الصف الأول من معارض الرئيس جبهة خلاص الوطني تزيد على ذلك بالقول إن هناك إرادة لخنق الأصوات المعارضة اليوم تتجلى هذه الإرادة في التتبعات التي تقع والتي تستهدف رجال ونساء الخط الأول والمسؤولين الأول هذا لن يزيد الأزمة السياسية إلا الاحتدال وهذا لن يشفع لقيس سعيد لأن الأزمة الاجتماعية تلاحقه إلى جانب الأزمة السياسية وحبل الباطل قصير مهما تعد تضييق ممنهج على الحريات وتضييق على آليات الترشح للانتخابات النيابية المقبلة واستهداف لخصوم الرئيس تلك وجهة نظر المعارضة عناصره تشكل بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية والتبعاتها الاجتماعية مشهدا معلوم التفاصيل ومجهود المآلات ثم تافي تكرار استهداف النهرة ما يشفي نزعة لا لإدانة النهرة وحدها بل لإدانة تجريبة ما بعد الثورة ولأن القضاء وحده سيعلم إن كانت النهرة وقياداتها مذنبة فيما نسب إليها أو بريئة فأن مآل هذه القضية وغيرها قد يضعف الحركة أو ربما يرد إليها الاعتبار خليل في العيد العربي تونس يبقى معنا خليل إكلاعي مرسلنا من تونس خليل يعني استمعنا إلى المواقف المعارضة للإجراءات أو لما يقولونه غايات من وراء هذه الإجراءات والتحقيقات تحت عنوان قضية تسفير الجهادين إلى سوريا لكن ضعنا أكثر في التفاصيل كيف تريد هذه المعارضة أن تغير من الاتجاهات التي تسعى إليها السلطات التي تعمل بمعية أو بتوجيهات الرئيس بما يقولون أنه استهداف لطرف محدد هو النهضة وربما لمحو كل التجربة السابقة وكأنه نزع ما جرى خلال سنوات العشر الماضية من تاريخ تونس تماماً نجلة من وجهة نظر المعارضة فإنه هناك مساران أساساً تنتهيج من السلطة ويستشف من هذين المسارين إرادة وفق ما تفهمه المعارضة على الأقل إرادة من قبل السلطة لمحو كل السابق كل ما سبق تاريخ الخامسة والعشرين من يوليو للعام 2021 أو ربما كل ما أعقب الثورة من بناء ومن التركمات هذين المساران يتلخصان في نصف كل المؤسسات الممبثقة عن دستور العام 2014 الدستور التونسي للجمهورية الثانية وهو الدستور الذي كتبه المجلس تاسيسي وهو أول مجلس منتخب بعد الثورة المسار الثاني هو الملاحقات القضائية في قضايا مختلفة لحركة النهضة في ملفات هي بالأساس ملفات أمنية هناك قضية أنستالينغو قضية اغتيال السياسيين شكري بالعيد ومحمد الإبراهمي هناك قضية جمعية نماء والقضية الأخيرة قضية التسفير إلى بؤر التوتر في الحقيقة عدد من هذه القضايا ليست جديدة النهضة كانت متهمة في هذه القضايا على الأقل في جانبها السياسي منذ سنوات لكن التحقيقات القضائية على الأقل خلال السنوات الماضية التي سبقت تاريخ 25 من يوليو 2021 لم تثبت أي علاقة واضحة متينة يمكن البناء عليها جزائيا بين هذه القضايا وهذه الاتهامات وحركة النهضة إذن أعود إلى نقطة البداية المعارضة تحمل رئيس التونسي قيسي سعيد بالسير في مسارين الأول هو ينسف ويمحو كل المؤسسات التي انبثقت عند السورة العام 2014 وكلما اجتمع عليه المنتظم السياسي الديمقراطي في تونس بعد الثورة ومسار آخر يستهدف حركة النهضة رأسا من خلال اتهامها بإما بالفساد المالي أو بظلوعها إما في الإرهاب أو بتسفير إرهابيين أو بتسفير شبكات تضر الأمن القومي التونسي أقصد شبكات على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك ينطبق على قضية أنسترينجو لملخص هذه الفكرة فإن المعارضة تدعو الرئيس تونسي قيسي سعيد إلى العودة إلى الحوار الوطني وللتوقف عن الذهاب في هذين المسارين خاصة أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت خانقة وتهدد بنسف كل مكتسبات الدولة الحادثة من وجهة طوال المعارضة خليلك لاعي مراسلنا من تونس شكرا جزيلا لك